السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بص رجالة الناس اللي بتسأل على اللزقة المقلوبة اللزقة المقلوبة اللي بتتعامل دار الجالة عايزة طبعا لزقي يعني يكون قوي شوية وفيها نوع لزقي بتتقطع مجرد ما تيجي تتنيها كده هي تانية كده هون وبأي طريقة بقى على يعني ممكن تتضرب نفسك عليها تجيب معلش ايه بكرة لزقي كده هون وتتضرب نفسك عليها حتى لو تستغنى عنها يعني هتخسر بكرة لزقي مقابل انك تتعلم حاجة اي بس كده اصبح الطرف بتاعها كده ايه مش مش لزق حاد لا دي مرمى مرمى زي ما احنا شايفين هنعملها من تحت السوكة يعني هنعمل اللزقة المقلوبة دي ممكن تحط فون بردك مفيش مشاكل ولكن لزقة مقلوبة ان شاء الله هنعملها يعني وهنمشي عليها دي مرمى على فكرة اللي هو البندر الملون او الورنيش الملون لو حابين تشوفوها ان شاء الله دي مرمى سبوت ريبير لو حابين تشوفوها ان شاء الله انسيب لكم الفيديو بتاعها في التعليل المسبب بصوا احنا لزقين هنا اصلا قبلها لزقة مقلوبة يعني دي معمولة في السوكة من تحت في الاكسدام من تحت السوكة ودي لزقة تانية بنلزقها كده او مش ضرورية تانية دي هي الفكرة بس كلها ايه اللي انت يعني بتعمل واحدة علشان خاطر ترش عليها اللون وبعد كده تشيلها وتعمل تجراء وبعد كده ترش بقى الورنيش ولكن هي واحدة تكون كفاية ولكن ممكن تعمل اتنين عادي يعني او زي ما احنا شايفين تشيل بقى ايه بعد اللون تشيلها وتبدأ ترش ورنيش ان شاء الله هتلاقوا الكلام ده في الفيديو العملي بتاع المرمى دي واحنا بنرشاها يعني او بنقول ترش لون وبعد كده تشيلها وترش ورنيش وبعد كده تشيل الهاي الاخيرة ديا وتسيح ايه بقى بتنر المرماط طبعا حتة الجلد ديا بتاخد برايمر بلاستيك عازل بلاستيك الاول اللي هو عازل الجلد اللي هو عادي يعني الشفاف مفيش مشاكل او اللي هو الرصاصي ولكن الشفاف هيخليك تدي ايه طبقة لون واثنين فيفضل اللي انت ايه اه تدي شوية مصلب على اللون عشان خاطر كتر طبقات ده انا احنا عارفين بيكون غلط وكده يعني او بنقول اللي احنا ايه تمشي تجراء ما بين كل طبقة اه يفضل يعني ودي اللازق هيا بتنزل بالشكل دوت او زي ما احنا شايفين كده رجل سبوت ريبير دي هتتاخد على قدها هتتاخد لون وبعد كده بانضر ملون واو ورنيش ملون على قدها وبعد كده هندي ورنيش صافي ونسيح بتنا المرمات يعني ان شاء الله مرمى هتعجبكم على فكرة بامر الله هنسيبها لكم في التعليل المثبتة رجالة ايو دي بقى بعد ايه اول ما نيجي ننزل ورنيش نشيلها ونشتغل على اللازق المقلوبة اللي هي ايه التانية اللي هي بتاعت اللي هي اللي فوق ايوه والمسدس واحنا بنرش مش هيكون كده لا هيكون كده هو زي ما احنا بنقول كده اوان هتقلب المسدس على تحت كل ده ان شاء الله هتعرفوه الفيديو في مرحلة الراش بقى ما تخليش المسدس من تحت الفوق لا المسدس يكون جايب من فوق بحيس ان اللازقه ما تعملش حرف ما تعملش حد دهان او حاجة ايه بص رجالة هي هي اللازق هي بالشكل ده وزي بتتنيها كده ايه دي فكرتها ايه وبعد كده بتلزق ما بيبقاش لها حرف حد وما بتعملش سامغ يعني او اي حاجة ايه انا اهي الفكرة دي بتاعتي يعني الحمدلله الموضوع بسيط ان شاء الله نستنىكم بقى في فيديو اللي الرش اللي في التعليق المثبت ما تنسو نشفى الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته